فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم نعم انتقل رحمه الله إلى النقل من مذهب الشافعي في تحريم التشبه للكفار وأنهم ذكروا أشياء من هذا القبيل قال في غير موضع من مسائلهم مما جاءت به الآثار كما ذكر غيرهم من العلماء قال مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها مثل طلوع الشمس وغروبها ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ كما في الحديث إنها ساعة يسجد لها الكفار نعم الشافعية منعوا الصلاة في الأوقات التي يعظم فيها المشركون آلهتهم لأن هذا فيه تشبهم بهم وهذا من باب سد الزريعة كما سبق فلا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس لا تجوز الصلاة بعد طلوع الفجر وعند طلوع الشمس حتى ترتفع وبعد صلاة العصر وعند غروبها حتى عند شروعها في الغروب حتى تغرب لأن هذه الأوقات يعظم فيها الكفار آلهتهم فالمسلم لا يفعل العبادة لله عز وجل في هذه الأوقات التي يعمل فيها المشركون لآلهتهم من أجل منع التشبه بهم وإن كان المسلم لا يقصد أوثانهم ولا يقصد التشبه بهم أو لم يأتي على باله ذلك لكنه منع من باب سد الزريعة وهذا مما يؤكد على مخالفة المشركين ومنع التشبه بهم حتى وإن كان المسلم لم يتنبه لذلك أو يقصد ذلك أو حتى لم يصل إلى علمه أنهم يفعلون ذلك ترجمة نانسي قنقر